في قصة حصلت من يومين ثلاثة كده وانا محبتش اتكلم عنها غير لما اشوف يعني توصل اخيرها لايه خصوصا ان في بعض الناس تصيادوها تصيادوا القصة يعني وقعدوا يشتغلوا عليها وينفخوا في النار ويعملوا منها زي ان بيقولوا كده من الحبة اوبة وقعدوا يكبروا 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 فانا برضو استنت اما شوف برضو حيجيبوا اخرهم يعني عايز اجيبوا اخرهم عشان اشوف الدنيا راحة فيهم ودلوقتي كلام وهجوم على السوشيال ميديا وجمعيات بره سواء مصرية ولا غير مصرية حقوقية في استراليا وكندا عمل بلاغات ضد هذه السيدة انا بكلمكم عن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلا مكرم نبيلا مكرم كانت في جولة خارجية وتحديدا كانت موجودة في كندا وكانت بتلتقي بالجاليات المصرية والمصريين المهاجرين هناك وفي احد هذه اللقاءات كان بتتكلم مع المصريين واللقاء مصور وبتقول كلام عن انه مصر مربوطة بولادها وولادها مربوطين بمصر طول الوقت مهما بعدت المسافات وان مصريين لبره حتى لو مهاجرين ومش نوين يرجعوا حتى بلدهم بيبقوا غيرين على بلدهم وبيبقوا بيبقوا بيبقوا لحد ما وصلت لي جملة معينة انا حابب ازعهالكو زي ما هي كده عشان تشوفوها انتوا معينيكو ونرجع نشوف الناس استخدموها ازاي وشنوا بيها هجوم ضاري وكأنها يعني غلطت فيه مش عايز اقول ايه يعني شوفوا الفيديو وتعالوا نرجع نتكلم بالعقل فيه كده علشانا لان احنا معدناش غلط واحدة مصر مصر اللي بتضمنا كلنا ومصر اللي بتقربنا كلنا مع بعض ومهما تقربنا ومهما روحنا ومهاجينا بتصدر البلد دي دخل كده في قلبنا وما نستحملش ولا كلمة عليها بره اي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصلوا ايه يتقطع ادي القصة ببساطة شديدة دون تحريف ولا تأويل ولا تهويل ولا تصغير ولا تكبير ست بتقول احنا معدناش غير بلدنا بلد واحدة اللي احنا بنخاف عليها وبنحبها وغيرين عليها واي حد يقول كلمة وحشة على بلدنا يحصلوا ايه فالمصريين المصريين اللي قاعدين الجالية من رجال الاعمال والمهاجرين المصريين اللي في كندا ردوا عليها وقالوا لها يتقطع فقالت لهم ايوة يتقطع هم الناس سابوا كل حاجة ومسكوا الحركة دي اللي هي بتاعت الحركة المشهورة اللي معناها يعني ان انا حموتك او حقطعك او حهزمك او حعمل كده وقال لك بقى دي عنصرية وده قمع وده استبداد وان ده تنكيل باي معارض وحطوا شوية الشعارات اللي موجودة في الكتاب صفحة 14 دي اللي علموا لهم انا بعد صورة 11 في كيف تخرب بلدك عن طريق الديمقراطية والفوضى الخلاقة الاخت الصمراء كوندوليزا رايص الله يمسيها بالخير بعد الفيديو ده قامت الدنيا وما اعردتش على نبيلة مكرم واتهمها البعض بيه زي ما قلتلكم كده بالقمع والاستبداد وابتدى الاخوان يشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويسخنوا الناس عليها لدرجة ان فيجي مجموعة من الجمعيات المصرية وغير المصرية اللي بيسموا نفسهم حقوقيين وانتوا عارفين يا كلمة حقوقيين دي بيجيب لي ارتكارية اللي مش ريحته مش نضيفها بعد الجمعيات دي امت رفع بلاغات ضد وزيرة الهجرة اتهموها فيها بقمع المعارضة وانه هي دي البلد اللي اي حد بيفتح فوقه فيها بيحصل له كده ويتقطع وكده وخلينا هنا نستخدم صوت العقل والمنطق علشان ما يبقاش احنا عايزين ندافع ولا نهاجم لانه انا مش من مصلحتي انا من مصلحتي ان انا دافع نبيلة مكرم او هاجم عليها احنا بنشوف الصحفين ونمشي وراء اولا اولا من حيث الشكل يمكن يمكن الحركة دي بالايد مش مناسبة مظبوط متفقين عشان بس ما يبقاش الكلام يؤول بشكل او باخر الحركة يمكن مش مناسبة يمكن الوزيرة نبيلة مكرم خنها التقدير في هذه الحركة رغم ان ده مش خطاب رسمي ولا بيان رسمي بتمثل في الحكومة المصرية دي قاعدة ودية مع رجال الاعمال وموثل الجاليات المصرية في كندا فالموضوع ودي فمن حيث الشكل من حيث الشكل يمكن اللفتة او اللقطة مش مناسبة خنها التقدير فيها بس في رأيي وظن المتواضع بس اما فكرة بقى انها تقصد وان ده تعبير عن كذا فانا في رأيي ده ترصد غير مقبول اولا لان لما قالت هي في الفيديو وانتو شفتوه لما قالت اي حد يقول كلمة وحشة على بلدنا يحصل فيه ايه مش هي اللي قالت يتقطع ان الحاضرين من المصريين هم اللي قالوا يتقطع يعني ده هي بتنقل الجملة وبتكرر الجملة اللي قالها المصريين اللي على فكرة كل واحد فينا بيقولها انا لما بسافر برة وبعود مع اي حد يقول لي بس اصل مصر اقول لهم بصوا واحنا في مصر مع بعض نعن ننتقد الاوضاع ننتقد المشاكل ننتقد بعض الحاجات تمام لكن لما بنطلع برة اي حد يقول كلمة وحشة على بلدي باكله بسناني باكله بسناني دي معناها ان انا حدب بسناني في رقابته فعلا ليه انا يعني مصاص الدماء لا بس باكله بسناني هو تعبير مجازي معناها ان انا مش هاسمح له انه يعمل ده تحت اي ظرف فكلمة يتقطع زي كلمة حكله بسناني زي كلمة والله حوريك حوريك دي معناها اي يعني هي معناها برضو ان انا لن اسمح لك بالتجاوز في حق بلدي فانا في رأي ان المعنى احنا وانا من حيث الشكل مش الحركة كان ممكن يعني تستبدل بحركة تانية اكثر لياقة ولا باقة لكن من حيث المضمون انا متفق تماما مع اللقلته الوزيرة وانا على فكرة اللي بعمله هنا في برنامجي في كثير من الاحيان هو المعنى اللقلته الوزيرة انا هنا بكله اي حد بيقول كلمة وحش على بلدي مصر فيها اللي فيها احنا عايشين فيها وبنصلحها وبنطورها وحنوصل بيها للشكل اللي احنا بنحلم بيه باذن الله لكن حد غريب ييجي يشتمني او يتقول علي او يتجاوز في حقي انا او شعب مصر اللي هم اهلي واخواتي او رئيس مصر او رمز مصر اللي هو العلم او عرضي لا انا بكله بسناني وبلساني وما بسيبوش هنا ويا ما شفت بقى لما اردوغان اتكلم على مصر ان عملت فيه ايه ولما امير تميم عمل بش عارف ايه ولما الاخوان بيعملوا اي حد ايا كان ما بيهمنيش اللي بيكلم كلمة عن مصر فيها تجاوز احنا لنا درع وسيف بنعرف نقطع بيلسان كل من يتجاوز فمن حيث المعنى هي مجلطتش وعشان اقول لكم كمان انه هذه الحركة حركة معروفة ومكررة بس هو الصيد في الماء العكر هو اللي زيادة حواليكم دلوقتي لقطة انا مش فاكر من سنة كامل حقيقة من زمان مالا 7-8 سنين ولقطة الفين وكم الفين وعشرة من 9 سنين كمان لقطة في مباراة الكورة وبتكرر كتير على فكرة لو خدتوا بالكم دي مباراة قبل ما ارهلكم دي مباراة كانت تجمع ما بين النادي الاهلي المصري ونادي الاتحاد الليبي في مطولة افريقيا والاتحاد الليبي كان في مباراة الذهاب 2-0 ومباراة العودة كان الاهلي لازم يكسب 3-0 المباراة لحد دقيقة 90 الاهلي كسبان فيها 2-0 فكرة متعادل وحدروح ضربات جزائهم فكان فيه لعيب شاب بصاعد واعد في الصف النادي الاهلي ساعتها اسمه شهاب الدين احمد شط شوطة في الدقيقة 93 اللي هي الدقيقة المميزة بتاعت الاهلي اللي بتدايق كل الناس جرى الاهلوية دي شط شوطة من نص الملعب كرباج كرة صاروخ دخل الجون بقت نتيجة 3-0 وخلصت المباراة وصعد النادي الاهلي فكان جون قتل المباراة الهدف قتل المباراة في وقتها الاصلي فاول ما احرص شهاب الهدف عمل ايه تعالوا نبص اهي بس خلص شكرا شط الشوطة وهو بيجري عمل كده اللي هي نفس الحركة اللي عملتها الوزير هو هنا معناها ان هو حيتبح الفريق الاتحاد الليبي حيجيب سكينة ويدحهم طب بعد ما عمل كده شهاب هل الاتحاد الليبي الفرقة الشقيقة والدولة الشقيقة والشعب الليبي الشقيق رفعوا بلغات واواضع على شهاب انه ده عنصرية وده قمع وده مش عارف ايه وتنكيل بالاعداء فيش كلام من ده هي الحركة اشارة رمزية معناها ان انا هزمتك ان انا خلصت عليك في المباراة وده اللي اصدرته نبيلا مكرم في اللقاء ان اي حد هيتجاوز واغلط في حق مصر احنا كمصريين هنخلص عليه ومش هنسمح له بدا لان ده خطوط حمرة مرفوضة بالنسبة لنا كمصريين بس بس بلغات بقى وحاجات وكلامه ومش عارف ايه وانا في رأي دايما وده بقى مش دفاعه والله عن نبيلا مكرم بس الحقيقة نبيلا مكرم واحدة من أنجح الوزيرات في الحكومة المصرية واللي عملته خلال سنوات قليلة منذ توليها منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والحقيقة كلامنا بقولوش دلوقتي بس دفاعا عنها انا بقولو منذ شهور وايام واسنين يعني يمكن بقى لي سنتين بقول هذا كلام ورجعوا على يوتيوب ده انا مرة عملت حلقة انا فاكر وقفت على الشاشة دي على الشاشة كبيرة العملاقة اللي عندنا دي واتكلمت عن كانت حلقة مش فاكر بقى من كام شهر كده اتكلمت عن الوزيرات السبع وزيرات النساء في الحكومة المصرية واتكلمت واشدت بيهم وقلت ان هم يمكن اداءهم افضل من الرجال وده يخلينا بعد كده نعتمد على السيدات في المناصب العامة والقيادية والمسؤولة لان هم اثبتنا كفاءتهن بشكل الحقيقة لافت للنظر واكتر واحدة اشدت بيها نبيلة بكرم لانها عملت شغل رائع في ملف كان ميت هو ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج فكرة الهجرة غير الشرعية تراجعت بنسب كبيرة جدا فكرة التواصل مع المصريين في الخارج اللي كانت تقريبا مقطوعة في العقود الماضية بقت فيه اشدها فكرة الجذور وعودة الجذور اليونانيين والقبرصة الى عودتهم الاسكندرية وموطنهم اللي عاشوا فيه وعدم وجود آليات للتواصل اشياء كثيرة جدا 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 فعلتها نبيلة بكرم ويمكن عشان كده الهجوم عليها كان قاسي لانه احنا تعلمنا انه الاشجار المثمرة هي دايما اللي بتلقى بالحجارة اشجار الجفة اللي ما بتنزلش فاكه وبتعملش كده بحدش بيعبرها لكن لما المترصدين واعداء مصر يبقوا متدايقين من نجاح حد يستنوا له ربع غلطة وانا دقيق في الكلام هي اللي عملتها نبيلة بكرم دي ربع غلطة مش غلطة ربع غلطة لانها من حيث الشكل بس لانها وزيرة فما كانش لطيف انها تعمل كده لكن من حيث المعنى انا في رأي ان كلنا اي حد غيره على بلده حيتضامن مع المعنى اللي اصادته نبيلة بكرم وهو مش مسموح لحد التجاوز في حق مصر خط احمر وقضي الامر الذي فيه تستفتيار